صباح الورد يارب دايما تكونوا بخير النهاردة هنعمل أحلى وأطعم كيك هش وخفيف وطري جدا كلنا بنعشاء وبنحبه وهو كيك الطيجر أو مربلي الكيك أو الكيك الرخامي لها مسميات كتير والكيك هتكون هشة جدا وخفيفة وطعمها ما شاء الله بمكونات بسيطة واقتصادية في 5 دايق أو 10 دايق بالكتير هتحضريها وكمان مرتفعة جدا لازم تجربوها وتحطوا لايك للفيديو وتشاركوا في القناة لو لسه جداد على القناة وقبل ما ندخل على الطريقة لازم نسمي ونصلي على الحبيب المصطفى قبل ما نبدأ في خطوات الكيك لازم نولع الفرن الأول عشان يسخن كويس جدا وبعد كده هنحضر الصينية اللي هنساوي فيها الكيك هندهنها دهنة بسيطة من الزيت أو الزبدة أو السمنة أيا كان وحتبط دريها بالدي وترك نيها على جن ودول أهم خطوتين لازم تحضريهم قبل ما تبتدي في الكيك في بولة كبيرة حطيت كوب بيتين ونص منيب دقيق بما يعادل 340 جرام هزود عليهم كيس من البكنج بودر 16 جرام ورشة ملح صغيرة بما يعادل ربع معلقة صغيرة هبتج أخلطهم كويس واركنهم على جن معايا كوبة من السكر 215 جرام الكوب اللي عيرت بيه كل المكونات الكوب المعياري 250 ملي ومعايا كوباية من الزيت 250 ملي معايا أربع حبات من البيض لو البيض بحجم كبير ممكن تستخدمي 3 بيضات وكسين من الفانيليا 4 جرام ومعايا كوباية من اللبن اللي هو الحليب 250 ملي نجيب الخلاط وحضيف فيه البيض والفانيليا والسكر وأبتجي أخلطهم كويس جدا لحد لونه ما يفتح معانا مدة الضرب حوالي 3 دقايق أو 4 دقايق لحد السكر ما يدوب معانا لأن لو فيه بواء سكر السكر بيعمل نقط بني في الكيك بعد ما تستوي أكيد شايفين لون الخليط أبيض زي الإشترز زي والخلاط شغال حبتجي أضيف كوباية اللبن وأخلطه شوية مع باقي المكونات بعد كده حبتجي أزود كوباية الزيت بس مش هزودها مرة واحدة أنا هزودها بالتدريج لأن الزيت بيتقل أي خليط زي ما انتو شايفين بسم الله ما شاء الله كده الخليط جاهز معانا حبتجي أصبه على الدقيق نجيب المضرب السلكي اليدوي وحبتجي أقلب الخليط كويس جدا لحد دي ما يكونش دي أي أثر بعد ما ضربناه بالشكل ده وده قوام الخليط حبتجي أحط معلقة كبيرة من الخل وإنتو عارفين الخل بالخل الكيكة هشة جدا وخفيفة ممكن تزوديها في الأول أو في الآخر مفيش أي مشكلة نقلب الخليط كويس جدا عشان لو فيه أي بواء دي في قاع البولا نبتجي ندويبها وده قوام الكيك بسم الله ما شاء الله زي ما انتو شايفين لا خفيف قوي ولا تقيل قوي هبتجي بقى أقسم الخليط لجزئين هبتجي أجيب حاجة لها بوز عشان تسهل علي الصب في الصينية أنا متوفر عندي الأكواب المعيارية هبتجي أصب الخليط والمقدارين قد بعض زي ما انتو شايفين هشيل المقدار اللي هو بالفانيليا وابخد المقدار التاني نجيب 3 معلق كبار من الكاكاو واجيب المصفى وابتجي أنخله كويس جدا لأن الكاكاو بيكون فيها تكتلات وحبيبات أكيد انتو شايفينها أزود عليهم 4 معلق كبار من اللبن لأن لو ما زودناش اللبن الخليط هيكون تقيل معانا جدا هبتجي بقى أقلبه كويس جدا لحد الكاكاو ما يدوب مع الخليط ونجيب المعلقة السيليكون ونبتدي نقلب الخليط كويس جدا عشان لو في بوائي من الكاكاو تبتدي تختفي نجيب الصينية اللي هنحضر فيها الكيك هبتدي حط جزء من الفانيليا وجزء من الكاكاو بالتبادل زي ما انتو شايفين شوية من الكاكاو وشوية من الفانيليا زي ما انتو شايفين ما شاء الله أكيد كلنا شاطرين في الكيكات وبنعمل منها أشكال طحفة جدا الخليط لا تقيل قوي ولا خفيف قوي أكيد انتو شايفين كل الخطوات بكل التفاصيل بسم الله ما شاء الله ثبت الكمية كلها بعد كده هجيب معلقة أو سكينة أو عود الشيش وهبتدي أعمل خطوط بالشكل اللي انتو شايفينه ده عشان يطلع معانا الشكل الطحفة زي ما انتو شايفين في الوقت ده طبعا أنا مسخنا الفرن قبل ما بتيجي في الكيك نزبت درجة الحرارة على 180 ودخل الكيك مدة 40 دقيقة وده طبعا على حسب فرنك ومدة السوى بتختلف من فرن الفرن وده شكل الكيك بعد ما خرجته من الفرن وسبته ورد شوية هبتدي بقى أجيب البلانش وابتدي أقلبه عليها بالشكل ده وبعد كده هقلب الكيك على الوش التاني أكيد انتو شايفين الأرضية بسم الله ما شاء الله نجيب السكينة ونبتدي نقطع الكيك ونشوف القلب من جوة ونشوف شكل كيك الماربل أو الكيك الطايجر أو الكيك الرخامي أيا كان المسمى كيكة بجد خفيفة جدا وهشة ومرتفعة وطعمها زي العسل أحلى حاجة كيك الفانيليا مع كيك الشوكولاتة كلنا بنحبه جدا وأولادنا بيعشقه زي ما انتو شايفين هبتدي أقطع قطعة كمان أكيد انتو شايفين مسامات الكيك وشايفين الارتفاع وحاجة كده في منتهى الجميع شايفين اسفنجية زي أولادنا أكيد بنحبوها وإحنا كمان بنحبوها مع كوباية شاي أو كوباية قهوة بصراحة بيكون طعمها زي العسل هنبتدي بقى نفتحها ونشوف القلب من جوة ونشوف الخفية كيك اسفنجي خفيف هش بصراحة حاجة كده في منتهى الجمال ومقدرها مظبوطة 100% وكلها متوفرة عندنا في قلب البيت وفي المطبخ أكيد شايفين القلب ما شاء الله زي خليط بين الكيك الفانيليا والكيك الشوكولاتة حاجة كده في منتهى الجميل أتمنى تجربوها ويعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة لو لسه جداد على القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بالوصفات الجديدة